اشتركوا في القناة ما اثار تساؤلات الكثير منهم هو موقف مجرم الحرب حفتر من قبول اللقاء وعدم اكتراثه لموقف البرلمان المنحل من الرئاسي وعمله بمنأ عنه ووفق ما يريد داعم اللقاء تبقى مخاوف كثير من المتابعين للمشهد من تداعيات ما تسرب من بنود ذلك لاجتماع على العاصمة وأمنها واستقرارها حيث شهدت العاصمة الفترة الماضية أحداثا كان ميدان الشهداء مسرحها ووصل الأمر إلى الاشتباك بين المتظاهرين أسفر على بيان من أحد الأطراف عن رفضه لمجرم الحرب حفتر ومشروعه المسمى بالكرامة ودخوله العاصمة لعل ذلك كان سبب طلب مجرم الحرب حفتر نقل الحكومة إلى مكان غير العاصمة والذي لم يلقى قبولا لذى السراج كما ورد ذلك في تسريبات حول اللقاء تأتي المادة 122 من بنود الاتفاق والتعديل عليها رصاصة الرحمة في إلغاء الاتفاق السياسي والذي كان مجرم الحرب رافضا له منذ البداية وصورة أخرى للانقلاب حيث تشكل لجنة من مجلس الدولة والبرلمان في مهلة لا تتجاوز الشهر الدعوة إلى إصدار قانون من البرلمان يتم بموجبه تجريم كيانات لم يصل الرئاسي إلى التصريح بتجريمها وخطوة لها ما بعدها لدى الرئاسي وواجهته السراج القمة التي كانت ستجمع أطرافا أخرى غير الأطراف الليبية يرى بعض المراقبين أنها ليست راعيا لحلحلة الأزمة وإنما طرفا يملي ويفرض آراءه وهذا ما سيلقى رفضا من أحرار فبراير ورفاق من بذلت دماؤهم لأجل سيادة الوطن ولا شيء غيره وإننا سنضرب بقوة كل من يريد أن يسعى للفتنة والفوضى في طلاب العاصمة وإننا ضد الإرهاب والتطرف وضد ما يسمى بعملية الكرامة